حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة هناك تشكيك من قبل الملحدين بمصداقية القرآن الكريم حيث يقولون إن القرآن أخطأ عندما اعتبر أن السماء من الممكن أن تسقط على الأرض لأنهم أولا لا يعترفون بوجود سماء أصلا يقولون هناك كون فيه أرض كرة أرضية فيه نجوم ثم مجرات هذا هو الكون فحسب القرآن أيها الأحبة كل شيء كل ما علاك فهو سماك يعني نحن نعيش على الكرة الأرضية الطبق الأقرب لنا من الغلاف الجوي هذه جزء من السماء الدنيا يعني كل شيء فوق رؤوسنا هو سماء هذا حسب تعريف معاجم اللغة حتى أبعد نجم نصل إلى حدود سماء الدنيا بعد ذلك تبدأ السماء الثانية والثالثة إلى آخرين طبعا المشككون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تحدوا النبي أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا الرسولة أنا لا أستطيع أن أسقط السماء ولكن الله هو الذي يفعل إذا شاء ولكن من رحمتي سبحانه وتعالى أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه بعض الملحدين والمشككين قال يا أخي هذا التعبير أصلا خطأ يعني لا يوجد شيء يسقط فوقنا هل الهواء سيسقط مثلا فوقنا أنا أحببت أيها الأحبة أن أقدم لكم بعض المقالات المنشورة على مواقع عالمية أرسلها لنا أحد الأحبة القراء وجزاهم الله خيرا جميعا يعني كل من يرسل لنا بفكرة أو معلومة أنا أدعو الله له وأطلب من القراء أن يدعو له إن شاء الله بيعني أن يرزقه العلم النافع إن شاء الله وأن ينفع بهذه العلوم كل من يشاهدنا الآن وأن يهدي بها بعض أو من يشاء من الملحدين لأنك لا تدري معلومة قد يهدي الله بها ملحد في مكان على بعد ألاف الكيلومترات أنت لا تدري نحن كمسلمين أمرنا الله أن ندعو إليه بالخير وبالحكمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أحبتي في الله أنا لدي هنا موقع علمي مركز أبحاث أبحاث البيئة وهو موقع عالمي أيها الأحبة تأملوا جيدا هذا الموقع ماذا يقول أنا أحببت فقط أن أظهر لكم مثلا هذه الحفرة هذا هنا جزء من السماء وقع فصنع هذه الحفرة جزء من السماء السماء أيها الأحبة ما تعرف السماء هي عناصر مجرات ونيازك وغبار كوني كلها أجزاء من السماء ثم إن القرآن عندما يقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه يمكن أن تقع قطع من السماء أجزاء من السماء نيزك كبير الحجم يمكن أن يقع هذا جزء من السماء نحن عندما نقول وقع مثلا جزء من السقف يمكن أن يسقط حجر من هذا السقف وتتلوه طبعا بقية الحجارة المكونة لهذا السقف المهم أيها الأحبة القرآن هنا دقيق انظروا هذه المقالة تقول The sky is falling يعني السماء تسقط حرفيا أنا أترجم حرفيا أيها الأحبة هنا أحبتي في الله طبعا الكلام معكوس بسبب استخدامي للكاميرا الأمامية ولكن هذا الموجود يمكن أن نضع الروابط طبعا إن شاء الله لمن يحب أن يتأمل هذه الصور هنا هذه الصور لنيازك يعرضها هذا الموقع انظروا كم حجمها الحقيقة هذه النيازك أيها الأحبة تسقط ببطء كأن السماء تقع على الأرض ببطء كل يوم يدخل مئات الأطنان من يعني مادة الكون من غبار كوني من غير ذلك كميات تسقط على الأرض كل يوم أيها الأحبة تسقط وتدخل الغلاف الجو وهناك أيضا الغلاف الجو يخسر جزء من كتلته كل يوم تتبخر وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته